اشلون نتعامل ويا التلتذية بشهر رمضان وانشون نسوي برنامج لذائي خلي نسوله مرحبا أصدقائي صديقاتي رمضان ومبركة عليكم جميعا وان شاء الله ممعيدين بالخير والبركة يا رب بالنسبة لشهر رمضان مبارك وشون نتعامل ويا التلتذية شون نسوي برنامج لذائي وشون نسوي داية قبل من فوت بالتفاصيل العميقة لا تنسون اللايك والقلوب والتعليقات حتى تدعمون المحتوى أول نقطة أنا أحب وفحها بأنه شهر رمضان يعني إحنا إذا نجي من الناحية الروحانية ومن الناحية الدينية بكل الأديان تقريبا عندهم شهر يصومون بي يعني بقسم يصومون بالطريقة الإسلامية اللي احنا نعرفها قسم يصومون يقطعونه شيء داية حسب الديانة احنا عندنا دينيا أنه شهر رمضان هو اللي تطهير الروح للصفاء الفكري تهذيب الشخص خلال الشهر يبتعد عن المعاصي عن المحرمات إلى آخره يحاول بهذا الشهر أن يكون إنسان يعني قريب من المثالية وهذا طبعا حتى يذكره خلال أشهر الباقي أنه أنت ممكن يصير إنسان برأسك حاف بس أنت تتربط يعني بدام بهذا الشهر قدر أن تتسوي صح بباقي الأشهر تقدر بس أنا طبعا ما أريد الموضوع نتكلم من الناحية لكن من الناحية الجسدية من ناحية الجسم هي أيضا نفس الشيء شهر رمضان نقدر نقول هو شهر ديتوكس شهر إعادة تأهيل ريجينراتف ديتوكس طرد السموم من الجسم إعادة تأهيل الخلايا أنا بأحد الفيديوهات اللي نزلتها أو هنزلها وبشورت تكلمت عن الأشياء اللي تصير بالجسم خلال شهر رمضان وخلال الصيام حتى أكون دقيقة خلال الصيام لما الصيام يقترب من إحنا صايمين بين الأربع ساعات والسطعاش ساعة ربما معدل عشر ساعات بين الدول اللي تصوم بأوروبا طبعا ساعات الصيام كلش طويلة وبعض الدول العربية ربما حسب بالمكان بس نقدر نقول معدل عشر ساعات أكو حالة يسموها الأوتفاجي اللي هي الجسم يبدأ يروح على الخلايا الخلايا الميتة يعيد بمكانها الخلايا التعبانة اللي بيها مشاكل يعيد تأهيلها يجدد الخلايا بعض البحوث هم ما متفقين هي بالمئة لكن بصورة عامة هناك شبه توافق بأنه الصيام يطيل العمر بسبب هذا الشيء هو الإنسان الشون يموت الخلايا مالتة تبدي تتأكل تكهل تتعب تكبر فيصير عد نخط وطب وجهنة ما نقدر نلقط سريع نبدي نتعب يعني أنا هسة بعمري غير عن ما كان عمري 25 سنة هواية فرق يعني بالرغم أني أنا يتمرن بالرغم أني تجديدي جيدة بالرغم 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 لكن واحد ما يقدر يسبق العمر يقدر يحافظ عليها الصيام أحد الأمور اللي يساعد على تطويل العمر وتبطيء علامات الشيخ وخم بشهر رمضان يعني إحنا خلال هاي الأربع أسابيع نحاول نوصل إلى استفادة من هاي الساعات الصيام المدنة أكل بيها يصير انتظام لسكر الدم يعني تخيلوا مده تاكلون العشر ساعات الإنسولين ماكو صاعد نازل صعده ونزله وقية ورايحة ماكو الإنسولين فالسكر والبوت شقر ستكون منتظمه خلال هذه الساعات التغذية برمضان من المفروض تصمم حتى الشخص يخسر أوزان كبيرة ولكن يحاول يسوي أوبتمايزيشن أو يحسن أداءه أو يحسن تغذيته لصحة جسمه على الأقل يعني هاي احنا المفروض يكون عندنا البيسلاين أحد الفوائد ما للصيام أنه خلال ورا أربع خمس الساعات الجسم هيبدي عملية يبحث عن الطاقة اللي لايكيجين حياكلها يعني يستعملها يبدي يروح على الدهون فهناك عندنا يعني عندنا فترات من النهار الجسم هيبدي يبحث عن الدهون ويحرقها فتكون يعني نسبة فرصة عفوان مناسبة إلى حرق الدهون إذا كان الدايت ما بعد الفطور هو دايت بالسعرات الحرارية أقل من الاحتياج فحيكون عندنا تسارة وزن الشيطة المهمة الأخرى بالتلتذية في شهر رمضان أنه لازم البروتين مالتنا يكون مرتفع أو على الأقل خمسين بالمئة أو خمسة واربعين بالمئة من الاحتياج العام لأنه المشكلة عد أغلب الناس خلال شهر رمضان ما يأخذون احتياجهم من البروتين يركزون على الحلويات يركزون على الكاربوهيدرات وعلى الدهون فسعراتهم تصير عالية المجموع مالها لكن البروتين قليل وهذا اللي حيسببه أنه الوزن اللي حتخسره خلال الصيام ربما يكون من العضلات كذلك لأنه احتياجك بالتغذية من العضلات غير موجود من خلال التغذية أيضا من النظم برنامج اللذائية ضروري نسوي مكملات لذائية بأنه نكون سبوتون عليها اللي هي المالتي فيتامين الألكترولايتس بحثوا عنها بجوجل هاي ضرورية جدا هي بوتاسيوم صوديوم وكاليسيوم هاي حتشوفون فرق جبيرة عليها عدتكم مثلا الزي ام اي اللي هو الزنك والماغنيسيوم قبل النوم حيطيكم نوم عميق وصرعتكم ريكافوري للتعب وحتحسون بجهد اقل وتعب اقل خلال ساعات الصيام فأنا اللي اقوله خلال شهر رمضان برنامج نمال التغذية هو برنامج صحي للحفاظ على الصحة وليس برنامج قاسي او برنامج لنزول اوزان عالي فان شاء الله استفاديتكم من الفيديو كتبوا لي انتوا شنو اهدافكم شهر رمضان بارك تحياتي لكم ويومكم عسل